اشتركوا في القناة إبراهيم دياز يفجرها ويكشف عن المنتخب الذي قرر تمثيله بين المغرب وإسبانيا سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة اللاعبون في حالة جيدة قبل المنضيالة وطموحين الكبير الأول هو الفوز على منتخب باناما الأمور تسير نحو إلغاء مباراتنا أمام منتخب إيتيريا في تصفية كاس العالم 1026 لكن لحد الآن ليس هناك أي شيء رسمي من الفيفا أشهد وليد الراجراجي مدرب المنتخب المغربي بأحقية تواجد لعب نادي الوضادة الرياضية يحيى جبرانا ضمن قائمة الأسودة التي وجه لها الناخب الوطني وليد الراجراجي الدعوة لخوض معسكر إعدادي استعدادا لمواجهة إيتيريا وطنزانيا في رسم تصفيات كاس العالم 1026 وقال وليد الراجراجي في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الخميس يحيى جبرانا أعرفه قبل الويداد وهو يعرف النظام اللعب الذي أعتمد عليها كان قد تراجع في مستواه ودائما أقول وأحاول أن ألتزم بصراحة كبيرة أثناء اختيار التشكيل وتابع الراجراجي يحيى جبرانا عاد لمستواه الجيد لدينا أيضا العزوزي كان يستحق التواجد لكنه يعاني من الإصابة الآن وبالتالي من الممكن أن يعاوضه جبرانا لكننا لسنا متأكدين خاصة في دل ما وجبناه من مشاكل مؤخرا بسبب غياب 30 أمراض عن المركز الذي يشغلها وأضاف مدرب الأسود يحيى جبرانا يشكل مصدر أمن بالنسبة لي في طريقة اللعب والجانب الدهني فعندما توجه له الدعوة دائما يرد القتال وتقديم كل ما لديها فيمدك في المباراة الأخيرة في دول الإفريقي أظهر أنه بإمكانه مساعدتنا وأكمل قائلا مدام أنه يحافظ عن نفس المستوى سأقوم بالمندت عليها لأنه يستحق أن يتواجد دمنا التشكيل يبقى الجدل والغمودة مرافقا لوضع اللاعب نادري الماضي الإسبانية إبراهيم ديازة على مستوى اختياره الدولي بين المغرب وإسبانيا وفي خزم ترقب المغارب رقائمة المنتخب الوطني الخاصة بالمغسكر المقبل لمبارثي إيتيريا وطنسانيا في التصفية الإفريقية المؤهل لكأس العالم 2026 خرج ديازة بتصريح عن وضحه الدولي الممثل في المنتخب الذي سيلعب لها وجاء في تصريح صحفي متداول لصاحب الأصول المغربية عن المنتخب الذي سيحمل قميصه لن أذهب مع أول من يتصل بي الأمر ليس كذلك أنا أركز الآن على ريال مضريدة حيث بعد دقائق أريد أن أحضي بالمزيد وإن سعيد وليد الرقريقي للإفساح صباح يومه الخميس عن قائمة المنتخب الوطني المغربي للمعسكر المقبل الذي سيعرف خوض الأصول لمبارثي عن تصفية الإفريقية المؤهل لكأس العالم في السلس عشر والواحد والعشرون من شهر نوان بيرلجاري قال سعيد شيبا مدرب المنتخب المغربي الأقل من سبعة عشر سنة إن المجموعة في حالة جيدة لمواجهة باناما في افتتاح نهائيات كأس العالم المقبلة وأكد شيبا في تصريح للقناة الرسمية لجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة أن التحضيرات تمر في أجواء جيدة وجميع اللاعبين في حالة جيدة وأن الفريق له طموح كبير في تحقيق انتصار في أولى مبارياته في هذه البطولة وأوضح الإطار الوطني أن حامل البدني قبل هذه المواجهة يقل بحكم أنه يجب التركيز على التفاصيل الأخير الخاص بالتكتيك وهو الأمر الذي سيتم الاشتغال عليه في المرحلة النهائية من الاستعدادات ومن جهته عبر حميد معلي لاعب لمنتخب الوطني المغربية عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى متبرا أن الاستعدادات المرت في ظروف جيدة في مختلف المعسكرات التي استعد فيها الأشبال وقال زميله المهدي أكومي إن المنتخب المغربي حضر جيدا لهذه البطولة وإن اللاعبين عازمون على نتيجة جيدة أمام منتخب باناما ووضعت قرعة المونديل المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندانوسيا ومنتخب باناما ومنتخب الإكوادور وتنطلق هذه البطولة بأندانوسيا ما بين العاشر نومبر والتاني دجنبر 2023 تنتظر الجامعة الملكية المغربية لقراط القدمة التوصل بقرار رسمي من الاتحاد الدولي للعب الفيفا بشأن مواجهة منتخب إيتيريا برسم تصفية كأس العالم 2026 وأكد الرقراغي مدرب المنتخب الوطني في الندوة التي عقدت يومه الخميس أن الجامعة المغربية لم تتوصل لحدود اللحظة بأي قرار من الفيفا وأوضح الرقراغي لحد الآن ليس هناك أي شيء رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص المنتخب إيتيريا حيث أشار قائلنا إن الأمور تسير نحو إلغاء المباراة أمام هذا المنتخب برسم الجولة الأولى من مجموعات الخامسة وعن إمكانية إجراء لقاء ودي مكان مباراة المدكورة قائلنا لا يمكنك إيجاد منتخب حاليا لمواجهته ودينا ولن نبحث عن ذلك لأن كل المنتخبات ستكون مشغولة بالمباراة الرسمية سنحاول استغلال وقت لتحضير لمواجهة تنزانيا في رسم الجولة الثانية من تصفية الإفريقية المؤهلة إلى لهائية المونديالة 2026 شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر